بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيب الله هنعمل مع بعض ألز وأجمل وأخف كيك برطقان ممكن تعمليه جميل جدا وبيدوف البقى بطريقة سهلة جدا وبسيطة إن شاء الله تجربيه ويطلع ناجح معاك من أول مرة وتعتمدي على طول الطريقة دي عايز أقول لكم طعم وريحة مفيش بعد كده إن شاء الله تجربوه يعجبكم يلا بينا لطريقة التحضير والمكونات بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم هحتاج معايا كباية من عصير البرتقان الفرش كباية لربعة من السكر الأبيض وتقدري تزودي مقدار السكر عن كده وتلت بيضات معلقة كبيرة من الخل معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة أو البودر ومعلقة كبيرة من بشر البرتقان بس إحنا محتاجين بس القشرة الصفرة أنا مش عايزة القشرة اللي هي البيضة أنا محتاجة بس القشرة الصفرة علشان الاشرة البيضة بتمرر معايا هجيب بقى الخلاط بتاعي وهحط كل المكونات بتاعتي اللي موجودة قدام حضراتكم دي في الخلاط وهضربها كويس جدا لحد ما خلي اللون بتاعي يكون ابيض فايدة الخل معانا طبعا ميضيع اي زفارة وكمان بيخلي الكيك بتاعي هش وجميل زي ما انتو شايفين هاخد كل المكونات بتاعتي واضربها في الخلاط ونشوف الخطوة اللي بعد كده هحتاج طبعا معايا الزيت لكن مقدار الزيت هنحطه بعد ما نضرب الخليط بتاعنا كويس الزيت كباية الا ربع وبعد ما بضرب الخليط كويس ببدأ ان انا احط عليه واضربه تاني لمدة 3 دقايق عايزهم يتجنسوا مع بعض وعايز الخليط بتاعي يكون تقيل شوية هحتاج في المكونات الجفة بتاعتي كبايتين من الدقيق المنخلين كويس دقيق الحلويات معلقتين من النشا معلقة كبيرة من البودر وزرة بسيطة من ملون الطعام الصحي شايفين الخليط بتاعي ابيض وتقيل معايا هفضي كل الكمية بتاعتي وهبدأ احط بالدقيق انزل بالدقيق انا بحب احط الدقيق كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انا شغل بها علشان اقدر اتحكم في الدقيق طبعا لو حطيت الدقيق وفضيت عليه السائل ممكن يطلح تقيل مني او خفيف مني فانا بفضل ان انا اعمل بالطريقة دي ان انا احط السائل كده وانزل فوق منه بديق وقدر اتحكم فيه ومع علاقتين النشا هجيب عليهم مصدرة من ملون الطعام وهبدأ احطهم وحط البودر كمان وما ننساش مهم جدا رشة الملح البسيطة وهقلبهم كويس جدا جدا تقدر تستغني عن ملون الطعام بس زي ما انتوا شايفين الداني لون جميل جدا للكيكا بتاعتي وعزز كمان اللون بتاع البرتقان فقالب بقى وهبدأ ان انا اتحنه بالسمنة او بالزيت وكمان هحط فيه رشة من الدقيق وابدأ اصب الخليط بتاعي شايفين الخليط بتاعي جميل ازاي ما شاء الله قوامه كويس هنزل كل الخليط وهدخله في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 هاخد معي من نص ساعة لساعة لربعة لحسب الفرن بتاعي بعد ما بفضي الخليط بتاعي ببدأ ان انا اغبط خبطتين كده وعلى طول على الفرن ولما بيعد نص ساعة ببدأ ان انا ابص عليه براحة لحد ما بيستوي معي شايفين ما شاء الله الكيكا بتاعتنا استوات وهنختبرها كده بالسكينة او بالخلة المتوفر عندك شايفين طالما طلعت معاك نضيفة كده يبقى الكيكا بتاعتك تمام لونها جميل جدا ورحتها حلوة وسهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت خالص كده خلاص الكيكا بتاعتنا استوات وجميلة هنسيبها عشر دقايق وبعد كده نطلعها من القالب في طبق ما اطلعهاش على طول عشان ما تتفككش وتتقطع منك سيبيها عشر دقايق وبعدين نقلبيها بالشكل ده هتتقلب معاك بسهولة جدا بدون اي مكهود هقطعها بقى قطعة كبيرة كده علشان اوريكم قد ايه هي جميلة وطرية وهشة وكانت يدوبك لسه بقالها عشر دقايق طلعة من الفرن شايفين ما شاء الله لونها حلوة جدا جدا رحتها جميلة وخفيفة اوي اوي وكمان قطعتها لكم لقطع صغيرة علشان تشوفوا قد ايه خفيفة وهشة من جوة ومش مكتمة ولا اي حاجة كيك جميل جدا وسهل التحضير اتمنى انكم تجربوه وان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم جدا وكوب بيت شاي حلوة بقى كده وتبدأ انك تكل منها هتكون طعمها جميل جدا اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة وما تنسوش تزوروني على الفيسبوك بنفس الاسم هكون سعيدة جدا بوجودكم معايا واقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته